احنا معنا الوقت ايضا الأستاذة جايلان جبر الكاتب الصحفية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية سيد جايلان اهلا بحضرتك اهلا بك اهلا بك اهلا بك قوليلي الاول شايفة ازاي حشود المتظاهرين في لبنان ومطالبتهم باسقاط الحكومة حقيقة الحشود كل مدى عم بتزيد الحشود في كل ساحات لبنانية نحن متعودين انه دائما لما بتقوم هذه الانتصاد الشعبية كانت وقت الرئيس الحريري رفير الحريري الله يرحمه وقت اختياله شفنا هذه الحشود ولكن ليس بهذه الاعداد كانت هناك ساحات منقسمة كان هناك معه وكان هناك ضده هذه المرة نرى مشهد مختلف كل ساحات موحدة كل ساحات لها نداء واحد هو تغيير الحكم والحكومة في هذه الدولة اه الشعور الان ان هناك ازم الثقة بين الشعب وبين الحكم بكل اشكاله الحشود اصبحت تتخلى عن زعمتها تتخلى عن طواقصها الشعور اليوم متمسكة فقط بالعالم اللبناني كما نرى المختاربين كمان خارج لبنان بأعداد كبيرة في 14 مليون مختارب خارج لبنان 4 مليون داخل لبنان و14 مليون خارج لبنان فشوفنا حوالين العالم من اول استطاليا لدول الاتحاد الاوروبي لكندا للوات المتحدة الامريكية في كل مكان ناجد في دول عربية كثيرة ناجد كلهم يقفون امام استفارات بالعالم اللبنان وليس بطائفة او بدين او بحزب او بتوجه واحد والطلب هو واحد كلهم يعني كلهم ده النداء اللي بتقال يعني كل الزعمات والحكومة والرئيس والبرلمان الثقة فخدت طب التحرك الرسمي يا أستاذ جايلان للرد على المتظاهرين شايفة ازاي وليه لم يرديهم يعني لأنه التحرك ضعيف خلينا نشوف المشهد الرئيس الجمهورية لم يتحدث حتى الآن وده شيء غريب كل الثورات وكل الاستجاجات وكل اثناء بإمار رئيس الجمهورية بيخرج اختنعتي أم لم تختنع الشعب ولكن هناك رئيس هو رئيس للدولة جاءت معاه يجب أن يخرج وأن يتحدث إلى شعبه حتى الآن لم يخرج خرج رئيس حزب الله خرج رئيس التحركومة خرج دواسي لبنانية خرجت بعض الزعمات لتحدي اشتراكي لوليد يوم بلات خرجوا البعض من الزعماء ورؤساء الأحزاب ولكن رئيس الجمهورية لم يخرج حتى الآن رئيس الحكومة تحدث كان رئيس الحكومة ورئيس طبعا تغير المساعدة لكن هذه التصليحات لم تقنع أحد بالأسف خرجت متأخرة خرجت بعد أن زاد الغضب كثيرة بالشعب حالة البطالة حالة الكهرباء حالة التلوث حالة المسايات في كل الجهات هناك شكوى للمواطن حالة سوق المعيشة الضرائب الزائدة يعني الغضب الزائد وإرضاءه أصبح صعب وكلما تأخره كلما إرضاء الشعب أصبح أصعب أصبح التحدي اليوم كيف إرضاء هذا الشارع والشارع أصبح موحد يعني كل زعيم كان يتحكم عادة في لبنان في شارع في منطقة في حي معين اليوم ولا زعيم ولا حزب يستطيع أن يتحكم في الشارع والتي معين في لبنان شايفة إزاي إعلان سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية استقالت أعضاء حزبه من الحكومة يؤسس جايلان الخطوة دي شايفة إزاي هي خطوة يعني سبقت جبع كل الوزراء من قبل حب أنه يثبت أن هو من الأول كان لا يصف بخطوات الحكومة المعرقلة دائما في كل المشاريع نعلم أن الرئيس سعد الحريري كان يملك ورقة سادر اللي هي المشاريع التنموية اللي حوالي 11 مليار دولار كانت ستكون مشاريع التنموية ولكن كانت تشترك على الحكومة إصلاحات اقتصادية قبل أن يتم دخل هذه الأموال في لبنان وللأسف تم عرقلت كل الإصلاحات الاقتصادية ومحاولات أعادة يعني تقنين للفساد في لبنان كله رفض والوزراء لم يتفقوا على شيء وبالتالي لم يتم إقرارها النواب لم يتم إقرار هذه المشروعات بقوانين تسمح بدخول هذا المشروع سادر إلى لبنان لأنه كان يشترك قوانين معينة في البرلمان رئيس الجمهورية لم يساعد الحكومة ولم يساعد البرلمان وبالتالي تم عرقل وهذا ما كشفه الرئيس الحريري حين قال أنه جاء بهذا المشروع سادر هو زي مشروع مارشال دمان هو مشروع تنموي كبير لدخل أموال تنموية لأنه حالة البطالة في لبنان حالة الكهرباء في لبنان كل ذلك كان ممكن أن يتم ويعطي أمل جديد للشعب ولكن عرقلته وتأخره أصبح الورقة ومهما كان الكلام والورق لا يوجد شيء على الأرض غير كافي أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفي رسولة جايلان جبر شكرا لحضرتك وبشكر طبعا كل سادر المشاهدين خليكم دائما مع أكسترا نيوز على الهواء مباشرة شكرا لحضرتك